السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس النهاردة هنكمل كلامنا عن الجداول الدرس الفات عملنا الجدول للقصدنا ده عرفنا ازاي ننشئ جدول وازاي نتحكم في التكست وازاي نتحكم في الخلايا وكل اللي خدناها الدرس الفات قبل ما اخذتش في الدرس الجديد خلينا اجاب على سؤال جالي النهاردة لو انا عندي مثلا جدول زي كده اهو عدد الجداول كان فيه احد الاشخاص قالني لو عايزة اقسم خلايا من دول عشر خنات اعمل ايه زي ما انا الدرس اللي فات انت ممكن تعمل select كده وقسم هاري الاثنين واللي هتطلع معاك دي نفس الفكرة برضه click mean spread vertical وتقسمها كده ودي نفس الشيء برضه click كده وتقسمها بالمنظر ده كده spread vertical وهكذا وممكن تزود هنا برضه وتقسم دي اتنين وهكذا الحد ما يبقى عندك عشر خنات حسب ما انت عايز طبعا في النهاية لو انت عندك المقاسات مش متوحدة فممكن ديكي كده عليهم كلهم click mean وتقول له distribute column هتلاقي وحد لك كل الخنات زي ما انت شايف كده طيب نرجع تاني لدرس النهاردة احنا خلاص انشأنا الجدول ده المرة اللي فاتت عايزين بقى النهاردة نشوف ازاي نكمل باقي التعاون مع الجداول وازاي اللون الجدول وتحكم فيه اكتر اه لو تفتكروا انا كنت مصعبة شوية عليكم الدرس اللي فات بحتة ان احنا لو حبيت عامل select على الخلية دي كلها كنت بعمل select كده وبعدين ابتدي اسحب شمال او يمين لحد ما عامل select على الخلية كلها لا انا عندي امر اسهل من كده ممكن بس تحط مؤشر التكست او الكتابة في اي مكان في الخلية وتضغط على مفتاح escape من الكيبورد escape طبعا كلنا عارفين وهتلاقيه فوق خالص في اعلى او في اقصى اليسار على الكيبورد عندك لو ضغطت عليه كده هيعمل select automatic بطريقة سريعة في الخلية اللي انت عايزة يعني لو قفت هنا بدل ما اعمل كده بأيدي او بالماوس فعلى طول escape من الكيبورد هيعمل select على الخلية كلها وطبعا لو عايز اعمل على الصف كله انا عارفنا مجرد ما جاء هنا اعمل select وهكذا طيب تعالوا بقى نشوف النهاردة هناخد ايه انا لو عملت select على الخلية دي بكلها كده بالمنظر ده طبعا انا دماجنا الخلية دي لمرة الفاتت بعد ما بعمل select بالمنظر ده قلنا الشريط عندي فوق بتاع control panel زي ما شايفين كده بيضغير وخدنا الخصائص اللي فيه المرة اللي فاتت اللي هي الخاصة بالكتابة وان انا وسطن الكتابة او اعمل rotate للكتابة او ان انا قسم الخلية نفسها على فكرة انا ممكن برضو اقسمها من هنا لو انت حابب او تزود او تزود خلية او تنقص خلية هيبقى من هنا برضو طيب عندي بقى حاجة جديدة وهو مضوع التلوين اللي هو يبتدي عندي من الجزء ده طيب خلينا نركز مع بعض كده نفس فكرة التلوين بالضبط زي ما كنا بنلون التكست او بنلون اي عنصر او اي شيء بداخل برنامج الانزاين انا عندي حاجة اسمها الفيل والاستروك نفس الفكرة موجودين هنا الفيل والاستروك وبعضو لو فتحنا قائمة الاسواتشز هلقي عندي برضو الفيل والاستروك موجودين عندي هنا بالمنظر ده طيب انا دلوقتي عايز الاون ايه وليكن انا دلوقتي عايز الاون الفيل طبعا هنا معنى الخط الاحمر للميل ده يعني انا عندي هنا مفيش لون اللون هنا نن مش ابيض خلي فارق خلي بالك في فارق ما بين ان اللون يكون نن يعني بدون لون وفارق ما يكون اللون ابيض طبعا هي مش هتبان معي الابيض والنن لان انا خلفية عندي باللون الابيض فخليني احط الجدول البتاع ده هنا على تصميم عندي انا كنت عامله هنا تمام بحيث يبان الفرق دلوقتي يبان كويس جدا موضوع الالوان لان خلفية عندي اصبحت اللونها مش ابيض فهيبان معي الشغل اكتر طيب خلييني نرجع ثاني انا عمل سلكت بالمنظر ده عايز الاون زي ما قلنا ممكن تلوم من هنا او من هنا او من هنا او من هنا حسب ما انت حابب تستخدم كل ده واحد طيب خلي براكم الحاجة مهمة جدا الاواية انا عندي خليني استخدم البانل دي اكتر السويتش عشان ما يدريش هنا على الكلام وانا شغال طيب انا عندي هنا حكتين مهمين جدا عندي حرف T اللي هو التكست والمربع اللي ان شايفينه ده ده معناه ايه معناه ان انا واقف دلوقتي وعمل سلكت على المربع ده هو الناشط عندي معنى كان هو هيلون الخلية يعني لو جيت عملت كده فهو لون الخلية نفسها ملونش التكست خلي بالك من الموضوع ده مهم جدا طيب لو انا عايز الون التكست اعمل ايه يبقى تعالى بقى هنا اضغط على حرف T طبعا الفرق ما بينهم مواضح ان دي بتبقى bold او عفوا غامقة شوية او dark ودي بتبقى dark معنى كان انا واقف هنا سلكت على دي او سلكت على دي طبعا لو انا جيت كده وقفت على حرف T اللي هو التكست معنى كده ان انا هلون التكست نفسه فلو جيت كده يبقى فعلا لوني التكست زي انت شايفين كده فخلي بالك من الموضوع ده نرجع ثاني اعمل سلكت على الخلية في برضه حكتين اعمل سلكت على الخلية انا عندي زي ما قلنا الفيل وال يسكر فاق möchte ايضا ايضا الله أيضا بقى طبعا لونة الفيل باللون الثيان لكن اصبحت ارد كده او ايضا ايضا الله يعني ضغط هنا على السرك ويanger ايضا الله يعني او موضوع prze echoes ا courageous تحضير لكل موضوع ده لايفضر ارهداء نقطع اللونer اخدير له باقلب موضوع خالق على الصفneoي الا Hong ويضا له بتائه من بضرق وجلسة Well putting, we needed some real world إنه موضوع الألوان نحن نتحدث في الموضوع الألوان هل يريد أن ألون لون معين وليس موجود في البنال أدعى ما هو اللون وفي الألوان يمكن أن أغيره حسب ما أريد اداني هنا استروق المربع كله او الابتكس لان انا عمل select على كتلة النص نفسها لانا متأكد ان انت واقف عمل un select او مش عمل select على اي حاجة ودبل كليك على اللون او لو انت عايز نفس اللون ده وعايز تعمل لون تاني فممكن اضغط علي كده وعمل new يبقى انا عندي اثنين هوم دلوقتي جنب بعض فدبل كليك كده وبتدي بقى اغير في اللون ده حسب ما انت عايز وليكن انا اخترت اللون ده او اللون ده مثلا بعد ما اقول له اوكي هينزل معي اللون اللون اللي انا عايزه دائما بينزل في الاخر هنا في اخر البانر عندي دي طريقة الطريقة التانية ممكن يكون عندك لون انت احجيبه مثلا من اي صورة وليكن خليني اصغر كده شوية انا محتاج ان اخد لون من الصورة دي وليكن اللون زي اللون اللي في المركب او في الياخت ده فاجي هنا بأداة طبعا اكون متأكد ان انا واقف على ال stroke او في الفل نفسه واجه على اداة ال eye dropper عندي هنا واضغط على اللون اللون اللي انا عايز وليكن اللون ده هتلاقي على طويل اللون عندي اتلون هنا كل ما عليك وانت عامل سليكتا على اللون اللي انت عايزه تعمل هنا new هلاقي بردو اللون نزل معي في النهاية بالمنظر ده فدي طريقة لو انا عايز ادخل لون معين انا عايز ادخله بحيث ان انا ابتدي الون الجدول طيب خليني برضو اعمل حاجة كويسة ممكن تكون تاهت عن بالنا طب هو ما ينفعش غير ان انا الون بالالوان الصولد دي افرد انا عايز لون جريديانت اعمل ايه نفس الفكرة بالضبط انا عندي مربع او وليكن ابتدي ادرب اللون اللي انت عايزه او اعمل الجريديانت اللي انت عايزه هروح للبانر بتاع جريديانت هاختار اللون بالمنظر ده ممكن اجي هنا بس تهات الجريديانت هنا عشان يبقى معي ال switch color ممكن اجي اسحب اللون ده كده اهو اسحب اللون ده هنا بالمنظر ده وتعالى امسك دي كمان هنا مثلا واسحب وليكن لون زي ده على الجزء ده كده اهو يبقى انا عندي اعملت جريديانت بالمنظر ده طيب انا بعد ما خلصت الجريديانت اعمل ايه عادي ممكن ترجح مكانها او تقفلها حسب ما انت عايز ولكن انا اهم حاجة عندي اننا المربع اللي انا انشأته ده اعمل فيه ايه اضغط هنا على ايكون بتاع النو سويتش عشان تلاقي الجريديانت بتاعك نزل هنا بالمنظر ده دلوقتي تمسحه مفيش مشكلة مش هيتمسع عندك من هنا ما تقلقشي وتعالى هنا ارجع بقى اعمل زوم دلوقتي انا عايز الون ده مثلا زي ما قلنا اعمل سلكت بالمنظر ده طبعا ابعد بقى عن الفكرة بتاع السلكت اللي بنقعد نعمل با ايدينا كده زي ما قلنا لو انت عايز تعمل سلكت للصف كله فتعالى هنا او مجرد click واحدة هنا واضغط skip keyboard اعمل سلكت على الصف كله في الحالة دي ممكن انزل هنا للجريديانت بتاعي لقيت وهو اقول له لو سمحت لون لي اللون ده اصبح انه لون لي الجريديانت بالمنظر ده طبعا الوان بشعة جدا مش مش ماشى مع التصميم ولكن احنا بحاول استخدام الوان كتيرة او بعيدة عن الخلفية عشان بس تفهموا فكرة الجداول وازاي بلونها طيب كده خلاص احنا بفهم نضوع التلوين اهم حاجة عندي في التلوين تخلي بالك انه عندك تيكست وعندك تلون الخلية عندك الستروك وعندك الفل وانت بتيجي تلون طيب في حاجة تانية عندي اكيد في حاجة تانية لو انا عمل سلكت وق Freeman's rectangle عن الخلية على الخلية ضغط reflet الاستروك فقط لغير الخلية او اخلاقوني انا اضغط수 عمل 재미 على المهم وقع السحمر على زوية هنا. انا ع amor Eine Task Av film اول ما عملت سلكت على الفا 관� kapita active gre Teresa لأنك هنا أكثر من لون وغير لون فهو لا يمكنك إجاب لك اللون لأنك أكثر من لون لكي يجبك على الاستفهام فأنا عملت هذا فقط فإن أريد أن تتوحد كله فممكن أن تأتي هنا و تقوم بأبيض أو يجبك كل الجدول باللون الأبيض أرجع ثاني أقام سيجب أريد أن أجعل الجدول بشكل معين دلوقتي أنا عندي الشكل الجدول هذا هو حجم الستروك و هذا هو الستايل هو عندي واحد بوينت فممكن أن أقبره كده بالمنظر أصبح أنه أقبر لي استروك بالمنظر بدأ يزيد شوية فممكن أن أفتح لنفس مساحة هو كبير جدا فشكله طبعا بشع فهجي هنا كده وأبتدي أصغر الستروك حسب ما أنا أريد بالمنظر هذا هو من الستروك و هذا هو خطوط ممكن أن يكون خطوط و يمكن أن يكون خطوط أخر مثل الأشكال يمكن أن تختار أي شيء أن تريد أن تكون ضد في هذا المنظر أصبح أساساً أخبره بدون أي لون نظرة كيف هي خطوط نظرة خطوط نظرة علي الحدود الخارجية بتاع الجدول معنى كده ان انا ممكن اضغط quik هنا ع sodd買ي select على كده وkik هنا عمل سلت كده يعني ايه الكلام ده طب منعنى كندنا زيي نشرهم تاني معنى كده ان انا دلوقتي بقول له انا عامل الوده الخارجية فقط لا غير بتاع الجدول كله ليه بتاع الجدول كله لان انا عامل select بالفعل على الجدول لان مش عامل select على خلية واحدة انا عامل الوده 옳 بالغرض في مثال الجدول الون الخطوط اللى انتم شايفينها ويقوم بإمكاني الخطوط التولية. لنضع المرة دي وليكن خط مثل هذا. شفتوا عمل ايه. بقدر ان اتحكم بنفسي في الخطوط اللي عندي. لانه هنا مجدش ناحية الخطوط اللي هي بالعرض. لان انا بالفعل من الاول خالص ما عملتش اي سلكت على الخط اللي بالعرض. اي خطوط بالعرض ما عملش على سلكت. حددتها بقيت باللون الازرق. في الحالة دي اقدر ان انا اجي هنا. اقول له لو سمحت خليلي الموضوع هنا مثلا خط مثلا داشت زي ده. وخليلي اللون ده ممكن كمان تلونه. خليلي مثلا باللون السيئ بالمنظر ده. شفتوا عمل ايه؟ عمل حاجة بالمنظر ده. طيب في ناس هتقول طيب الايكونة دي مش بين عندي او الايكونة دي صغيرة. مقدرش هتحكم فيها ايه خصوصا لو الشاشة عندك صغيرة. نفس الفكرة بالزبط. نجيبها منين؟ هتلاقيها في البانل بتاع الاستروك. البانل الاستروك موجودة عندي هنا ايه. اظن هنا اكبر جدا واضحة قوي للشكل عندي. طيب زي ما تعودنا بانل الاستروك لو مش موجودة عندك هنا في القايم. هتلوح القايمة ويندو هتلاقي عندك بانل الاستروك. موجودة عندي ايه اختصارها شيفت اف عشرة او كنترول اف عشرة. هتلاقي الاختصار بتاعها فقدر ان انا اتحكم هنا. فليك حرية الاختيار يا اما تتعامل مع اللي فوق دي لو انت شايفها واضحة بالنسبة لك. او تتعامل مع الجزء ده اظن اوضح مظبوط كده واضح بالنسبة لي. طيب انا كده اتحكمت في الجدول نفسه كله. طب لو عايز احكم في خلية واحدة اعمل ايه. نفس الفكرة اعمل سليكت على خلية واحدة. بصوا هنا بقى عملها كيه شايفين الشكل بعمل ازاي. خليها نتكلم في دي احسن عشان اعتقد ان هي اكبر لكو شوية. هنا ما فيش خطوط طولية. ليه لان ما عنديش هي الخلية واحدة بس مش تقسمها لتنين. طب لو كنت تقسمتها اتنين. لو كنت تقسمتها لتقسمتها لتنين. اصبح ان هنا بقى عندي خط جديد او. تمام كده وضحت الموضوع. خليني ارجع كنترول زد. يبقى انا عندي هنا قدر اتحكم. والجميل كمان ان انا بقدر اتحكم في كل ضلعة من الخلية دي. شوفوا وعمل سليكت على الشكل ده كله صح. معنى كده ان انا لو اعملت اي تعديل. يعني لو جيت هنا اعملت. قلت له مثلا اللون ده خلولي احمر. تمام. وخليلي مثلا الخط وليكن زي كده. حلو. تكبره شوية بالمنظر ده. ممكن افتح هنا واحد بوينت. فهو اعمل بالمنظر ده. طيب ما ينفعش اتحكم في ضلعة واحد بس. طبعا ينفع ودي ميستر انزاين قلنا. في ميزة مكويسة جدا انت عادر تتعامل مع. كل حاجة او كل تفصيلة في الخلية وفي الجدول. معنى كده ان انا اعمل ايه. ركزوا هنا شايفين. شوف انت عايز اتحكم فيه. اضغط سلكت. اولا اضغط سلكت. اصبح ان اللون عندي هنا انسلكت. يصبح اللون اسود. يعني مش واخد اللون الازرق. معنى كده انه خرج برا السلكت عندي. طيب. دعيني اشيل ده كمان. واشيل ده كمان. يبقى انا اعمل سلكت على ايه. على اللي تحت بس. انهو اللي تحت. طيب. معنى كده ان انا لو جيت اغيرت اللون هنا. وخليت مثلا اللون زي اللون الاخضر. وغيرت كمان الاستروك بتاعه. اصبح انه بيتحكم فقط لغير. في كل جزء. وكل ضلع من ضلع الخلية. او الخانة اللي عندي. ودي زي ما قلنا ميزة رهيبة في الانزاين. تقدر تحكم في كل حاجة. طيب. خليه نرجع زي الاول تاني. عشان احنا الشكل عندنا بقى سيئ جدا. بقى انا كده رجعت الجدول عندي. لأول شكل احنا اشتغلنا عليه. طيب. قلنا بقى لو عايزين نتحكم في العلوان. انا ممكن اعمل سلكت هنا. وعلا شخص اضغط على المربع باللون الاحمر. وضعي ليلتكست اللي داخل. اضغط هنا. وضغط على علامة التيكست. اضغط على الاسفر. نلاحظ ان التيكست قريب جدا من الخطت التي تبدو انه ليست تسنتر. كيف نفعلها ؟ لقد وجدت فعلا أنه في center هنا وفي center هنا ومالقلم المشكلة لماذا تشعر أن الفونت نازل تحت شوية؟ في الحالة دي قلنا تعال في قائمة window table واختار الـ table عشان تتفتح لي بصوا هنا تعال نتحكم في هنا هنا أقول له أحرق لي الكلام لتحت شوية أو لفوق شوية أو شمال أو يمين شوية أو شمال شوية أنا أريد أعمل إيه؟ أنا أريد أطلعه لفوق شوية لأن أشعر أنه في المنتصف فأبدأ السهم هو باين جدا أنه بيبتدي يزوء التكست الفوق شوية فأتعال هنا أنا لقدت له 1 سنتي أظن أنه يبقى كتير جدا فأخلينا أقول له 0.3 وأضغط enter هلاقي أنه فعلا كده يتحكم ها وتوسطن الكلام عندي وتعالى أمسك هنا الخانة دي نفسها كده وأنا مش عايز لها يبقى لها stroke خالص مش عاجبني شكل stroke فأجي هنا الـ stroke أقدر سمعت خليه none أصبح أن أنا أعملت حاجة بالمنظر ده طيب برضو الماضاء برضو تحس أنه ممكن يبقى شق شوية لو عندي جدول كتير يعني أنا دلوقتي محتاج ألون الجدول ده فأنا هاجي هنا أضغط كده ولون الخلية دي مثلا بلون زي ده وأرجع ثاني أضغط هنا ولون الخلية اللي بعدها بلون تاني أو اللي يكون نفس اللون أو عايز مثلا اللون بتاعها يبقى لون مختلف أو عايز أغير التنت بتاعها شوية وهكذا فأنا عايز الجدول بتاعي بقى كده ودي كده ودي كده هل هافضر أعمل الكلام ده كله يدوي قال لك لا طبعا مفيش الكلام ده هنا هتلجأ للتلوين بشكل أوتوماتيك طيب أعمل ده ازاي الموضوع برضو في غاية السهولة خلاص احنا فهمنا بانل استروكو زي تحكم فيها قال لك انت عندك بقى أمر رزيز جدا في قائمة الطيب هنا طبعا بتعلم على الجدول عندك أو تقف في أي مكان مفيش مشكلة وتروح للطيب أنا عندي حاجة اسمها طيب أوبشن عندي حاجة اسمها طيب أوبشن سيتوب هتفتحها هيتلجأ لك كل الأوامر اللي عندك في البانل بالمنظر ده هنا بتتحكم في جميع الجدول أو كل خصاص الجدول حجم الصفوف عندك كام حجم الأعمدة كام الهيدر والفوتر هنا الــ table border اللي هو الفريم الخارجي بتاع الجدول ممكن تتحكم فيه من هنا بدل ما كنت تتحكم فيه في الاستروك فوق هنا الـ table spacing اتحكم في المسافات قديه وحاجات كثيرة جدا هنا برضو تركيها الجدول من شمال يمين أو مليمين الشمال وعندي هنا حاجة برضو اسمها الـ row stroke هتحكم في الصف أو في الاستروك بتاع الصفوف هنا هتحكم في الاستروك بتاع العامدة هنا هتحكم في الفل وهنا هتحكم في الـ header دعنا نشرح كل حاجة على header ونبتدي مثلا في الـ row حسب ما انت عايز هنا بيقول لك الـ pattern انا ممكن اقول له هتحكم في الـ row يعني سيب لي واحد وعمل لي واحد سيب لي واحد وعمل لي واحد سيب لي صف وعمل لي صف سيب لي صف وعمل لي صف سيب لي صف حسب ما انت هتختار هنا انا هنا بيقول له مثلا خليلي الشكل بالمنظر دعنا هنا بيقول له صف خط بنقط حسب ما اخترت من هنا ممكن كمان اغير له خليني مثلا اغير الـ color كمان اقول له مثلا بالأحمر كده فأصبح انه هو هيعمل لي صف زي ما انت شايفين بدأ هو واحد أحمر وبعدين واحد صلد أحمر صلد أحمر صلد حسب ما انا بتحكم هنا فهتلاقي ان انت بتتحكم في كل حاجة في الجدول بالظبط بس كده لا مش بس كده انت تدرحكم في التنت اللي هي التنت قلنا مش الشفافية لا هي الشبكية بتاع اللون نفسه هنا برضو نيكست يعني هنا فيرست الخط الاولاني طب الخط التاني هيبقى ايه الخط التاني انا بنختار سورد لا أنا ممكن اختار حاجة تانية ولكن اكون زي كده جميل واختار باسلا ان هو كمان يبقى اا ممكن اختار اللون مثلا يبقى لون زي ده اخطروا كده بالمنظر ده انا مش بان عشان صغير فانا ممكن كمان اكبر بالمنظر ده يبقى خليت وقلت له الفيرست اللي هو اول ستروك للرو للصفوف انا كل ده بتحكم في ايه في الصفوف فقط لا غير فانا هنا بقول له اول ستروك للصف نفسه اللي هو الفيرست او الواحد يبقى ايه دي الاعدادات بتاعه يبقى الخط بتاعه الطيب بتاعه دوتس بنقط واللين بتاعه اللون العحمر والسيان او عفوا التنت اللي هي الشبكية بتاعه اللون تبقى مثلا 92% ممكن كمان الجاب كالر قولنا الجاب اللي هي المسافة اللي هي ما بين الخطين دول كمان اقدر تحكم فيه اه تقدر تحكم فيه ممكن اقول له خليها لي كده جميل طبعا هنا مش هتبقى لان ده دوتس بس هي بين صغيرة جدا هي شايفنا المسافة اللي بين كل دوتس والتانية هتبقى اكتر هنا لان دول خطين فيهم مسافة بينة جدا او فراغ فهيبقى هنا لو قلت له الجاب بتاعه مثلا خليه لي باللون ده اظن بنت هنا جدا بالمنظر ده فكل ده انا بتحكم في ايه فقط لغير في الرو طب لو انا قلت له every other او every second هيعمل لي ايه هنا هيخلي لي كل اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد يعني ايه يعني كل استروك في الصفين واحد واثنين هيديهم الخصائص دي وبعدين الاثنين تانين يديهم الخصائص دول واكذا ممكن اقول له كل تلاتة يبقى واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واكذا وابتدي يكمل جميل هنا بالنسبة بقى للكولم نفس الفكرة بالضبط مش هنتكلم فيها كتير نفس الفكرة الكولم يعني الاعمدة هو هنا هيتحكم في الاعمدة انا عايز اخلي الاعمدة بالمنظر ده وعايز اخلي اللون بتاعها بالمنظر ده الاعمدة اللي هي ايه خلينا اغير لك الاصفر عشان يبان وليكن كده اللي هو كل عمود الاستروك بتاع كل عمود انا كل ده فين في الاستروك ركزوا انا لسه في الاستروك الاستروك بتاع كل عمود عندي اتحكم في الخصائص بتاعه من هنا جميل انا لسه بقى دلوقتي اروح للفل طب اعمل ايه في الفل تعالوا بقى الفل لذيذ جدا وهيبان اللي انت عايزه ولكن خليني اكانس الكل ده عشان الشكل عندي بقى سيق جدا خلينا نرجع للنهاية تاني او البداية بتاعتي واضغط كده واروح تاني للتابل اقوله تابل اوبشن انا عايز برضه حافظ على الشكل الجمالي احنا كده خلاص فهمنا موضوع الرو استروك هو انا بيتحكم في الاستروك بتاع الصفوف استروك بتاع الاعمدة هنا بقى هاخش على الفل طيب هتعمل ايه في الفل بدل ما كنت بقى بعد الوم بطريقة يدوية لا انا اقول له نفس الفكرة برضه يعني كل واحد من دول او كل عمود من دول انا بتكلم على الفل ابتدي اعمل لي واحد واحد يعني عمود وعمود هاجي هنا اقول له لو سمحت اشتغلي على اللون ده جميل بالنسبة لي طيب كل عمود من دول هو اعمل لي التنت بتاعه ايه 20% انا ممكن اخليه مثلا كده او ممكن اخليه 50% ممكن اكتب بايدي طبعا حسب ما انت عايز جميل دايما خلي بالك ان انت تكون مفعل خاصية البروفيو هنا عشان تشوف التأثير عندك بيحصل في الجدول طيب ده بالنسبة لأول صف طيب تاني صف اتعمل فيه ايه او تاني هاجي هنا اقول له لو سمحت خلولي نان بصدوا نان اعمل ايه اداني الخلفية بتاع الشكل بتاعي اللي ورا جميل انا شاهد ان التنت هنا ممكن اعيز تعليها شوية ممكن اتخليها مثلا 20% او عفوا بقللها شوية بالمنظر ده ممكن برضه هنا حسب ما انت عايز ممكن تتعليه لون تاني يبقى كده حسب ما انت عايز وبرضه تقلل التنت بتاعها حسب ما انت عايز ممكن اخليه كل اثنين يعني كل صفين او عمودين من دول ايبتدي او اثنين سيان وعدين اثنين نفس اللون ده وكذا ممكن اقول له كل ثلاثة حسب ما انت عايز ولكن دائما نستخدم واحد واحد اللي بالمنظر ده اعتقد بيبقى شكلها جمالي اكتر طيب نيجي هنا للهيدر والفوتر ايه موضوع الهيدر والفوتر ده موضوع فيه فيه لذيذ جدا وبسيط خليني دلوقتي اقول له اوكي عشان ينفذ لي الامر ده طيب الايكونات او الصفوف او الخطوط دي سيئة جدا بالنسبة لي مش لذيذة فانا هرجع هنا ممكن اجي كده لده وخرجه من ضمن الشلة دي خالص اخليه باللون الاحمر طبعا هتقول لي هو التنت بتاعه عامل كده او اللون بتاعه ليه عامل كده لان هو كان واخ التنت معين فخليني اقول له التنت مية في المية جميل وتعالي هنا شايفين بقى كل جهة انا مش عايز مش عايز مش عايز الخطوط السودة دي عشان عاملة مشويها المنظر فانا هعمل كاس الليكتع عالجادبال بتاعي وقول له لو سمحت الخطوط بتاعك دي كلها معلش خليها ليه اللون ايه الابيض او ممكن تخليها نانت انا هنا اقول له خليها لي بالأبيض طيب نيجي نشوف موضوع الهيدر والفوتر نفس فكرة بالضبط انا ممكن اجي اعلم كده كان من البداية ممكن وانا اما اجي افتح الجدول لو كنا روحنا تيبل كريت تيبل هنا كنت ممكن اختار الهيدر اقول له هنا اول صف عندي او اول رو خليه هو الهيدر بتاعي حلو يعني ايه هيدر بس انا دلوقتي اشتغلت من غير هيدر فممكن بمنطقة البساطة برضو ارجع عامل كاس الليكت واجي كليك يمين كده واقول له لو سمحت كونفيرت تو هيدر رو يعني حول لي الصف ده يبقى هيدر يعني ايه هيدر ده اللي هنشوف دلوق انا كده خلاص قلت له كونفيرت تو هيدر رو ما اعملش حاجه ليه لان لسه ده بيبتدي تبان معك امتى لو انت عندك تكمل الجدول يعني افترض ان الجدول ده ده اخره بالنسبة لي حالو وانا عندي صفحة تانية او جدول في مكان تاني او في صفحة تانية وعايز اكمل بعيد الجدول فاجي هنا كده وافتح جدول بالمنظر ده جديد فهتلاقي عمل ايه طبق لي نفس الهيدر ده بعيد الجدول اصبح ان انا طبيعي جدا ان انا يكون عندي جدول واخد الصفحة كلها وعايز اكمله في صفحة تانية فمش بقول في الصفحة التانية لازم احط نفس الهيدر عشان العميل يعرف ايه اللي هو بيرادة او ايه التكملة دي فهنا بييجي دور الهيدر زي ما احنا قلنا فانا خلاص هنا ثبت ان ده هيدر فاصبح ان انا اما اتكمل الجدول في مكان تاني ثبت لي نفس الهيدر ده اظن الفكرة واضحة نفس فكرة الهيدر هي نفس فكرة الفطر بحيس لو انت عندك فطر او يعني اللي هو الجزء السفلي تحت في الجدول زي ما بقى ساعات عندنا جداول مكتوب فيها المج الجموع والاجمالي والكلام ده كله فممكن تثبت دي في كل الجداول ما ده بسيط ان انت بتيجي تعمل سيلكت كده زي ما قلنا اشوفت حتى ما بعمل سيلكت بعمل سيلكت على كل الهيدر فبالتالي اما اجي اغير هنا اي حاجة في الهيدر واللي يكون كده هتلاقي كل الهيدر معي اتغير بالمنظر ده طيب كان ممكن احاولك انا كنت ممكن اجي اعمل كده سيلكت واقول له كليك يمين واقول له كونفيرت تو بودي رو يعني ارجع لي تاني ما تخلوهش هيدر رجعه عادي خالص ام جاي شاير اللي تحت وخلوه اللي فوق بس كده بالمنظر ده وممكن برضو كنت اجي كده وكليك يمين ورجعه تاني للهيدر تمام فدي فكرة الهيدر والفطر نفس الموضوع بالزبط طيب انا لهم عملت سيلكت كده وعملت كليك يمين ملقيتش غير الهيدر او وفين الفطر لانه هو الانزاين زكي جدا مش معقول ان انت هتخلي الفطر بتاعك هو اللي فوق لأ تعرف الحالة دي بقى حدد له على خلية من تحت او صف من تحت اللي هو اخر الجدول لو جيت كليك يمين فعلا خلهولي بدل الهيدر بقى ايه بقى فطر وده الصح طبعا فهو يحاولولي دلوقتي ان ده ايه بقى الفطر بتاعي طيب خلينا نكتفي برضو المرة دي بالجداول عشان الدرس ما يطلش معنا ولينا لقاء الدرس الجاي برضو هنكمل فيه كلامنا عن الجداول انتظروا ان شاء الله في الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته